السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للي يتذكر هذا المكان صالحي أوتو تحديداً ولاية ورقلة طبعاً في آخر ولاية ورقلة تحديداً بالقرب من المحطة الخاصة بالحافلات بولاية ورقلة رح نخليكم صفحة على الفيسبوك وأيضاً على الانستجرام في أسفل أو في علبة الوصف أي استفسارات حول السيارات طبعاً بائع متعدد العلامات بالنسبة للسيارات فيوجد علامات كثيرة أولاً سيارة رح نبدأ بها واللي طلبتوها كثيراً فرح نستعرض قدامكم اللي هي المواصفات فقط فإذا معلومات أكثر إيجابيات سلبيات فالصراحة تحتاج إلى تجارب فإن شاء الله مستقبل أن يكون هذا الشيء حالياً إن شاء الله رح نذكر فقط المواصفات الخاصة بالسيارات طبعاً أول سيارة رح نبدأ بها واللي هي السيارة أرونة طبعاً اللي قدامنا واللي هي السيارة أرونة الصراحة سيارة شبابية ما شاء الله تم أو بدأ تركيبها مؤخراً عندنا هنا في الجزائر سيارة أرونة تتوفر عندنا في الجزائر بفئتين الفئة الأولى واللي هي الفئة الثانية واللي تم إنتاجها على ما أعتقد مؤخراً والفئة الثالثة واللي هي الـ اللي معنا اليوم طبعاً أول شيء نبدأ به هو هذا الترميز في مرة صديق قال لي على أن المحرك ديزل أو ما شبه ذلك لا هي اختصار لكلمتين يعني محرك في الأمام ودفع يكون خلفي هذا بما يخص أف آر طبعاً شركة سيارة غنية عن التعريف انضمت في أواخر التسعينات إلى شركة بولكسفاغن أو اشترتها شركة بولكسفاغن العملاق الألماني فصارت الكثير عليها من التحديثات تحت هذا الصانع طبعاً الاختلافات كثيرة منها في الأضواء منها في الجنود منها في المرايا منها في الداخلية ما بين النسختين النسخة اللي معانا اليوم ذكرت على أنها للأف آر ففي مقدمة السيارة ما كم لاحظين أضواء LED ما شاء الله على مستوى السيارة يوجد كشفات ضباب ويوجد أيضاً حساسات في أسفل السيارة طبعاً في المقدمة أيضاً يوجد رادار أمامي في مقدمة السيارة فتقريباً هذا ما يوجد في المقدمة أما بالنسبة للجانب واللي هو أيضاً يعتبر شيء مميز اللي هي الجنود كشكل وأيضاً كمقاس فالسيارة تتوفر بجنود بمقاس 18 إنش وأيضاً عبارة عن أقراص بالنسبة للمكابح شكلها والله الصراحة أعتبره ممتاز جداً في الجانب يوجد اللي هي المرايا الجانبية عليها الغماز فقط يوجد بايبات في الأعلى فوق صقف السيارة دخول ذكي بالنسبة للسيارة فتقريباً هذا ما يوجد في الجانب أيضاً بالنسبة للجنود أو معذر الإطارات الخلفية كذلك مكابح يعني كلها أقراص فهذه صراحة ميزة ممتازة في هذه السيارة بالنسبة لخلفية السيارة أيضاً صراحة شكل أعتبرها عصري يعني كتقييم شخصي بالنسبة لها أيضاً الأضواء ما كنم نلاحظين هوية شركة سيات متواجدة يعني تحس ما أنهي بعيدة على الليون وأيضاً الإبيزة يوجد أيضاً جناح على الجانب ما كنم لاحظينه أيضاً يوجد هنا عندنا هذا الحرف الصراحة على الألمنيوم فعاطي السيارة منظر أكثر من رائع في الأسفل يوجد اللي هي دابل شاب مان على مستوى السيارة يوجد أيضاً حساسات خلفية وأيضاً يوجد اللي هي كاميرا خلفية هذه من بين الميزات اللي تكون على السيارة عندنا رمز الشركة أكيد موجود طبعاً هذا هو مفتاح السيارة اش فيه؟ فيه الإغلاق وأيضاً فتح الباب الخلفي وأيضاً الإغلاق أو الفتح السيارة المركزي إغلاق وفتح وأيضاً فتح الباب الخلفي فهذا فيما يخص الفتح الباب الخلفي فعن طريق الزر هذه خلفية السيارة والله مساحتها بالنسبة لها كسيارة ها يعني كروس أوفر جداً جداً جيدة يعني أعتبرها بالنسبة للمساحة رح يظهر أمام كل رقم بالتحديد وش أنتنا؟ هذا شكله شبك لتثبيت الأغراض في الآخر أيضاً يوجد هذه السيطارة فتقريباً هذا ما يوجد في خلفية السيارة أما بالنسبة للصف الخلفي بالنسبة للمقاعد في السيارة فما كم ملاحظين المسافة يعني الكرسي أو المقعد راجع إلى أقصى حد إلى الخلف فهذه بالنسبة للداخلية إذا كان المقعد الأمامي راجع إلى أقصى حد فالصراحة ما كم ملاحظين لا يوجد ولا فراغ أو بالنسبة للمساحة فتعتبر ضيقة نوعاً ما بالنسبة للمساحة في المقاعد الخلفية إذا المقعد راجع لأقصى حد نتحدث عن دبدوب يعني يجلس الأمام ما نتحدث عن أشخاص عاديين أو بقامة متوسطة طبعا السيارة كلها بمقاعد قماشية فما كم لاحظين يوجد عليها هذه التطريزات يعني لو تلاحظوا هي بسيطة لكن عاطية شكل جدا ممتاز بالنسبة للمقاعد فكما ما كم لاحظين أما بالنسبة للمساحة نتحدث عن الارتفاع الخاص بالسقف تقريبا شبر يعني أكثر من خمسة أصابع يعني حوالي 6 و 7 أصابع بالنسبة للارتفاع فصراحة واسعة من ناحية الارتفاع واسعة جدا وليست واسعة فقط بالنسبة للمنافسين أكثر الأشخاص اللي سألوني عن هذه السيارة سألوني ما بين سيات أرونة وهيونداي إكريتا صراحة سيات أرونة فيها تنقصها بعض المواصفات منها مقاعد جلد وأيضا محرك ديزل إذا صار عليها هذين الشيئين فصراحة بالنسبة للخامات وبالنسبة لكواليتي أفضل نسبيا من هونداي إكريتا هذا رأيي الشخصي أحترم كل الأراء حول هذا الشيء فتقريبا هذا ما يوجد في خلفية السيارة طبعا الزجاج الجانبي عليه بعض التضليل نسبة ضعيفة لكن عليه تضليل بالنسبة للزجاج الجانبي فهذا في خلفية السيارة خلينا نشوف سيارة من الأمام أما بالنسبة للصف الأمام من السيارة صراحة تحس على أن السيارة فيها مواصفات راح نوري لكم الشكل لكن كمقارنة أنا من العادة دائما حتى لو يقولوا لي مقارنة ما بين بوغاتي تشيرون وما بين ماريتي أو ألتو ما نخلي المقارنة بعيدة دائما نقول هذي ونحط شوي لكن الصراحة أنا ما بين السيارة أرونة وما بين هيونداي إكريتا أول مرة يعني نحس أنه في فرق كبير بينهم من ناحية المساحة هيونداي إكريتا أفضل لكن من ناحية المواصفات ومن ناحية الشكل تحس على أنها سيارة عاصرية سيارة متحس يعني لما تركها فيها تحس على أنك ركبت السيارة متغيرة بالنسبة لداخلية السيارة يوجد عندنا هنا التحكم المركزي بالنسبة للزجاج أيضا بالمراية يوجد عندنا قبضة من الكروم صراحة جيدة يوجد هنا عندنا قطعة بلاستيك جاية على شكل رمادي أيضا هنا اللون الأسود المفحم يوجد عندنا تطريزات بالأحمر صراحة مميزة جدا على نسخة الـ يوجد عندنا هنا التحكم بالإضاءة بالنسبة لي عددات السيارة ما كم ملاحظين يوجد عندنا هنا شاشة وسطية عليها معلومات الرحلة بالإمكانك التحكم بها عن طريق أزرار المقود فما كم ملاحظين يعني على مستوى السيارة يوجد عندنا هنا التبديل ما بين الشاشتين فيعني التحكم بالشاشة عن طريق هذا الزر فيوجد الكثير من المواصفات نظام المعلومات هذا الاستهلاك يرجى التزود بالوقود طبعا السيارة جديدة فارغة بالنسبة للبنزين هنا توصيل الجوال طبعا الكونيكتد أكيد موجود يوجد عندنا هنا الحرارة ومستوها ما كم ملاحظين فهذا شكل جديد وعصر الصراحة الشاشة الوسطية أعجبتني كثيرا فهذا فيما يخص عداد السيارة وأيضا عداد الار بي ام يوجد عندنا هنا الخاص بالخزان الوقود يوجد البوق في الوسط يوجد اللي هي بصمة الافار تطريزات على مستوى مقود السيارة هنا يوجد عندنا نظام الكونيكتد صراحة أيضا جدا ممتاز فبالنسبة لوسطية السيارة يوجد عندنا فتحتي تكييف طبعا يوجد أربع فتحات تكييف لا وجود لفتحات التكييف في خلفية السيارة يوجد ساعات على مستوى الطبلون بأشكال مختلفة مقاس 6.5 إنش بالنسبة للشاشة نظام تكييف إليكتروني فماكم ملاحظين يوجد عندنا العديد من المزايا على مستوى هذا النظام هنا يوجد عندنا يقول لك الإيرباق الخاص بالمقاعد يوجد عندنا مدخلين يو اس بي ومدخل ايو ايكس بالنسبة لأسفل السيارة ناقل حركة أوتوماتيكي وهذه الخاصية جديدة على مستوى السيارة أرونة هنا بإمكانك أيضا في المواصفات تدخل إما يدوي أو أوتوماتيكي فهذه بين المواصفات يوجد عندنا القفل المركزي هنا التشغيل عن تغريق الزر في السيارة يوجد عندنا هنا الحساسات الخاصة بالسيارة يوجد عندنا بالنسبة لمساحة التخزين يوجد عندنا هنا مكان الكوب وأيضا هنا يوجد عندنا مساحة صغيرة أيضا على مستوى الباب أكيد يوجد طبعا في الجهة الأخرى يوجد اللي هو كتالوج السيارة يوجد فتحة تي تخزين على مستوى الأبواب فتقريبا هذه داخلية السيارة طيب بالنسبة للمعلومات الميكانيكية حولها سيات أرونة سيات أرونة تتوفر بمحرك وحيد واللي هو بنزين يكون 4 سلندر 1.6 لتر بالنسبة لساعة هذا المحرك بقوة 110 حصان أما بالنسبة لعزم الدوران يكون تقريبا 155 نيوتن متر صراحة بالنسبة للمحرك على هذه السيارة جيد بالنسبة لمحرك هذا المحرك صراحة كلام كثير في مواقع التواصل الاجتماعي صير عليه أنا لما نشوف أشخاص ينتقدوا نقولهم مش هو المشكلة اللي فيه يقول لك قالوا فيه يعني أشخاص ما جربوا حتى أنهم يكسبوا هذا المحرك ويقولوا على أنه فيه كلام فأنا الصراحة لم أقتنع بالكلام فقط يمكن أنه بالنسبة للاستهلاك هو الشركة تقول كمتوسط استهلاك بالنسبة لهذا المحرك 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر يعني بالنسبة لمتوسط استهلاك البنزين أما بالنسبة للعيوب الأخرى الصراحة أنا لم أجد عيوب تقنع على أنها موجودة فصراحة هذا بالنسبة لرأيي العام نتمنى أني نجرب هذا المحرك مستقبلا إن شاء الله فهذا ما يوجد حول سيات أرونة طبعا ذكرت على أنها تتوفر بثلاث فئات نذكركم لأنه اللي معي الأف آر غنية بالمواصفات فيمكن السيت تكون أقل شوي وأيضا الإكسيلنس على ما أعتقده والإكسيلنس هذا الشيء فهذا بالنسبة لتقييمي العام لسيات أرونة أشكركم على المشاهدة وإن شاء الله مستقبل نجرب هذه السيارة لكي تكون عندنا نظرة عامة وأيضا نظرة أكبر بالنسبة للسلبيات وأيضا حتى الإيجابيات في السيارة فشكرا لكم على المتابعة جامعة الخير في الأخير أذكركم هذا حسابي على الأنستجرام لا تنسوا الإضافة ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكراب ولا تنسوا اللايك أكيد نختم كالعادة هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد العبد هو الرسول دمتم في رعاية الله وحفظه السلام